ديكورات الجديدة يحوارنا مع المهندس محمد ياسين مهندس معماري ومصمم ديكور صباح الخير أستاذ محمد صباح النور الله يبارك فيه صباحك الله بالخير الله يصبحك بالنور والسرور إن شاء الله الديكور من الأمور المهمة لكل منزل وخاصة المنازل اللذيدة صحيح كلمنا عن الجماليات أو جماليات الديكور أو الهبة اللذيدة التي الحين مثلا أو الموضة التي في وقتنا الحين بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً مثل ما تفضلتوا الديكور يعتبر من بين أهم الكماليات التي صارت في وقتنا الحالي تعتبر شبه أساسيات لكل مسكن خاصة إذا كان مسكن جديد قديماً كانت المساكن تعتبر أنه مساكن بسيطة اللهم حوائد درائش بيبان وخلاص صح شيء بسيط نعم نعم شيء بسيط أنه خلاص بغرض السكن القليل المتاح وتوكى على الله في الوقت الحالي اختلف الموضوع نمط المعيشة اختلف الاحتياجات الشخصية اختلفت الاحتياجات النفسية للإنسان اختلفت نعم صحيح الأمر الذي أوصل أنه الديكور الداخلي لكل بيت أو كل مسكن خلنا نقول صار أمر شبه إجباري وشبه حتمي الذي لازم صاحب البيت يوصل في مرحلة معينة أنه يشتغل عليه ويمشي على هذا الأساس نعم فهذه الأمور التي اختلفت مع اختلاف الوقت واختلفت مع اختلاف الزمن بخصوص التندنسز نحن نسميها الموجودة في الديكور عموما نحن نقدر نصرنفها إلى أربع محاور رئيسية نعم الكلاسيكي جميل اللي هو القديم القديم الذي لا يزول يعني يبقى دائما التندنس الكلاسيكي مستمر عنده قيمة الديكور الكلاسيكي أنه كل شيء يكون سيمتريك اللي يكون على يمين يكون على ليصار نعم اللي يكون جدام يكون وراء صح صح يعني راعية البيت توصل لمرحلة أنه ما عندها فليكسيبيليتي أنها تنسق الجزء اللي على اليمين غير عن الجزء اللي على ليصار ملزم أني أحط غنفة هنا بحط مثلها في الناحية الثانية أحط شيء في النص ما عندي كثير مرونة في التصميم ما عندي كثير لعب في التصميم بالرغم بأنه محافظ على قيمته الجمالية جميل كنوع من أنواع الديكور جميل من بين الأنواع بعد النوع المغربي أو يعني يشمل إليه كمان العربي جلسة عربية جلسة مغربية إنسان يغير فيها جو يغير النمط اللي موجود في البيت من بين الأنواع النوع المعاصر المعاصر هذا جاي من بين الكلاسيكي والحديث يعني مرحلة انتقالية من بين الاثنين الكلاسيكي عنده اهتمامات كثيرة بالتفاصيل المودرن اللي هو النوع الأخير ما عنده اهتمامات كثيرة بالتفاصيل أو اهتمام بتفاصيل على مستوى أقل شوي من بين الاثنين موجود النوع المعاصر اللي يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويوفر مناخ وسطي من بين الاثنين الرابع عموما يكون الحديث أو في منهم اللي يسموا بعد واحد بعدها اللي هو المستقبلي هذا نحن نقول اللي هو الدكور الذي لا يموت خلاص الدكور الذي لا يمل يعني يمتاز بخطوط واضحة جريئة ألوان جريئة أو صريحة فهذا يأثر في الطبيعة والمناخ الموجود داخل السكن نفسه وفي نفس الوقت هذا يمنح دائموما طويلة للمعرض هل تقول هذا هو الفخم أو مثلا الأثاث المصري وغيره؟ لا هذا رح يكون أكثر شيء أجنبي أجنبي نعم كل شيء يكون ستريت هذا اللي يكون فيه لميع شوي استخدام الألوان بجرأة كبيرة أنه تنقى فرضا أبيض وأحمر وأصفر وأسود مع بعض في نفس المكان في نفس الفراغ هذا هو المودرن اللي انتشر كثير جدا خاصة في الآون الأخيرة وأثر وانتقل من الداخلي حتى على البيوت من برع يعني تشوف البيت من واجهة البيت يبين أنه البيت هذا بيت مودرن مش أنه بيت تقليدي أو بيت معاصر صحيح يمكن عاشا شفتك متحمسة يعني ما شاء الله كثير لهذا الموضوع فالسؤال اللي يخطر في بالي أنه من هو الشخص المناسب اللي يختار الديكورات للبيت البنت أو الولد طبعا البنت طبعا البنت إذا عن مرات كنا بني ولا أخضر بني ولا أخضر الألوان المحببة مهندس محمد يعني يمكن للأولاد اللي هو البنيات ودرجات الأخضر والغوام جغيرة فالحين البيوت يقول لك دائما الفواتح الأولاد على فكرة لا يحبوا الفواتح في المنازل تأيدني؟ مش كثير نحن عادة موضوع اختيار الديكور هو حقيقة حقيقة موضوع جدا حساس أنا قلت البنت لسبب أنا قلت البنت لسبب الريال كان فيلس في البيت صح فالاهتمام يختلف من بين الرجال وصاحبة البيت يختلف كثير جدا بخصوص موضوع الاهتمام في المكان ذات نفسه نعم يعني صاحبة البيت تلقاها بنسبة كبيرة موجودة في البيت فأكثر اهتماماتها هي موضوع الدكورات موضوع الأمور البسيطة التي ممكن صاحب البيت لا ينتبه لها بطريقة نهائية صح هل تفاصيل خلنا نقول عليك نوع يعني إذا قلنا نسبة وتناسب ممكن أنه للبنت 75% و 25% للولد يعني يظل عنده اهتمام يظل عنده توجه معين لكن غالب الوقت اهتمام البنت وحتى الذوق المنجس أحمد موش أنه قاعدة حتى الذوق البنت يختلف عن ذوق الرجل بحكم من أسطلع على الديكور وغيرة نعم صح ولا لا مبدون طبعا هو صح مبدون بس ها مثل ما تفضلت الأغلبية نعم للأغلبية نزيل خلنا نتكلم عن الفترة يعني في بعض الأحيان مثلا أو بعض السيدات يحبون دائما يغيرون أثاثهم بشكل مستمر يقولون أنه خلاص نحمل لنا منه ونحب التغيير شو الأثاث المهندس محمد اللي يدوم هل هو مثل ما ذكرت الكلاسيكي العصري وغير من الأمور نعم بخصوص الأثاث إذا قلنا أثاث قلنا ديكور نعم مباشرة في أثاث يركب على الكلاسيك في أثاث يركب على المودرن في أثاث يركب على المعاصر وما يركب على غيره بما معناه مستحيل أنه مهندس ديكور يحط لك تقم كنبات كلاسيكي في ديكور غرفة مودرن لأنه أول ما تشوف تحس أنه في تناقض تناقض جذري من بين الاثنين فدائما الديكور يتبع الأثاث أو الأثاث يتبع الديكور حسب رغبة صاحب البيت نعم حسب رغبة الشخص كثير من الناس يحب الأثاث الأثاث الكلاسيكي نعم الأثاث الكلاسيكي ممتاز لا غبار عليه نعم المشكلة عنده إشكالية واحدة فقط مثل ما تفضلتي ما فيه إمكانية أنك تغير فيه كثير خلص حطيتها في المنطقة هذه لازم مكانها ما عاد يتغير مرة ثانية إذا تغير يتغيركم خمس سنوات عشر سنوات طريقة التغيير طريقة الديكور توزيعته تأثيرها على الديكور الخارجي يختلف لو نلاحظ خاصة الأثاث الكلاسيكي يعني يطغى على القصور على المباني الضخمة القاعات والاجتماعات الرئاسية وكذا فنشوف أنه حتى ديكور الغرفة نفسها حتى موضوع الكسرات اللي في الغرفة موضوع النتوآت موضوع الشبابيك يتبع للأثاث اللي موجود فالتغيير يصير صعب المعاصر والحديث لا فيه في سلاحة شوي مرونة جدا كبيرة اليوم ما نحاطها هنا ما عجبني بحطها هنا والجمالية أكثر وين تكون؟ الجمالية أكثر تختلف حسب ذوق كل شخص فيه أشخاص ما يرضى إلا بالكلاسيكي ما يعجبها إلا الكلاسيكي لو شو ما صار يصير فيه أشخاص لا عنده مرونة شوي يقول لك أحب الكلاسيكي بس أفضل المودرن الفرش يتأثر بتأثر الشخص نفسه وبطريقته وبطريقة تصوره للمكان اللي هو عاوز يكون فيه سأتكلم عن الفرش لكن يعقوب فيه صور فيه صور إن شاء الله راح نشوفها للأثاث من خلال الحوار كيف يمكن للشخص أن يختار الديكور والألوان لمنزلها الجديد هذا يمكن سؤال مهم جدا يمكن آيشة حتى ممكن أنت في بعض الأحيان ممكن أن تختارين نجاوب على هذا السؤال لكن شدتني هذه الصالة لو تشوف يعقوب يلي تتكلمنا المهندس عن هذه الصالة نعم هذه الصالة صراحة من الصالات المميزة حسب وجهة نظري الشخصية هل هي أي طابع؟ هذا معاصر هذا الكلام الذي كنا نتكلم فيه من قليل هذا شيء ثاني هذا مودرن الصالة التي نرى من قليل تجمع من بين الكلاسيكي ومن بين الحديث هذا حديث 100% هذا حديث 100% يعني هناك اختلاف كبير اختلاف جذري من بين الأول والثاني المعاصر نحصل أنه هناك لمسات من الحديث نعم ولمسات من الكلاسيكي سواء على مستوى الفرش أو حتى على مستوى الديكور نفسه الديكور العام سلما قاعدين نشوفها الصور الجميلة نعم هذه حديث الحديث بعد من ميزات الحديث هو حسن استغلال الأماكن يعني الغرفة هذه اللي أنا فرضا اللي لست شايفينا من شوي هذه غرفة غرفة نوم المسكن اشتغلنا فيها بطريقة أن الغرفة نفسها تكون على طابقين على مستويين ما بتكون على مستوى واحد جميل المستوى السفلي يكون عندنا فيه صالة اللي هي صالة صاحب البيت نفسه فيها خصوصية فيها كل شيء والمستوى الثاني يكون فيه غرفة النوم هذا الكلاسيكي صح؟ هذا الكلاسيكي هذا البيور كلاسيكي هذا الكلاسيكي لو تشوفون حتى التفاصيل اللي موجودة فيه كثير تفاصيل جدا جميلة نعم كثير تفاصيل يمكن عاشا أنت عندك خبرة أكثر أنا من محبي الكلاسيكي على فكرة يعني دائما معنا يقولون الهبة الحين رديدة العصري أو المدم لكن أنا أحس أن مادري دائما أمين للكلاسيكي وهو الكلاسيكي نحن نسميه الذي لا يموت ولا يفنى يعني مهما الكلاسيكي هذا من متى من العصور القديمة جدا وإلى يومنا هذا بعده مرغوب ومطلوب وحتى أنه مثل ما يقولون في لهجة السوق سوق هماشي نعم سوق هماشي مستحيل يعقوب قبل أن نظر الصور كنت سألت مهند السؤال السؤال كيف يمكن للشخص أن يختار الديكور أو الأثاث في منزلها الجديد نعم نحن نسميها أساسيات اختيار الديكور نعم أساسيات اختيار الديكور والأساسيات تختلف من الرجل للبنت أو لنفس الشيء هذه الأساسيات العامة نعم بشكل عام وبعدها تكون تفاصيل الاختيار وليس الأساسيات نعم الأساسيات عموما واحدة من بين أهم الأساسيات أو أهم أساس مساحة الفراغات نعم دائما المصمم أو مهندس الديكور عندما يحب يصمم مكان معين يجب أول شيء يأخذ بعين لاعتبار المساحة الموجودة عندها نعم كم مساحتها كم مساحتها نعم دعنا نقول مرة مثلا طولة بعرض على سبيل المثال لو عندي غرفة مساحتها نسبيا صغيرة ما قدر أحط فيها الكلاسيك الأثاث الكلاسيكي كبير الديكورات الكلاسيكية كبيرة غير عن هذا التفاصيل الكلاسيكية كثيرة بما معناه لو جبت كثير تفاصيل وحطيتها في مكان صغير أول ما أدخل المكان أشوف أنه في شيء غريب ما في تناسق بالمختصر يعني مهندس أحس أن ديكور فخم لكن الغرفة ممكن تكون ظالمة هذا ديكور عليك نعم هذا أهم أساسيات أو حتى ممكن نكون يعني هذا أهم أساس في اختيار نوع الديكور الذي سيكون في الفراغ نعم الثاني الذي هو الألوان مثل ما تفضلت ما هو الألوان التي أنا عاوز أحطها في المكان هذا طبعا الفواتح مش بالضرورة لأن مهندس يعني دائما أحس أن الألوان له علاقة حتى بالنفسيات يعني مثل العنابي ومثل مش السماوي الكحلي وغيرها من الأمور يعني أحس أن ممكن حتى تتيب هنا الطاقة السلبية نعم طيب نفس اللون هذا لو كان خليط مع أخضر مع أخضر فاتح مع أصفر فاتح نكسره يعني نعم ما سيطلع لأنه دائما نوع إيجابي نعم صحيح إيجابي ممكن لأن العين تختار وإذا مشينا العين على شيء واحد ستمل موضوع الكسر يختلف نعم فدائما إختيار الألوان نحن الألوان نصنفها لنوعين ألوان حارة وألوان باردة التي تتكلمين عنها حضرتك هي الألوان الحارة الألوان الحارة هذه يفضل أنها تكون في صالة معيشة صغيرة غرفة نوم غرفة جدوس صغيرة نعم الألوان الحارة الألوان الدافئة تسمى الأحمر والأصفر ومشتقاتهم الخلائط التي تطلع منهم بالإضافة إلى الأخضر الفاتح ومش الأخضر الغامج فهذه تسمى الألوان الحارة ما تبعث الطاقة السلبية؟ أنا اللي قريت أنه ممكن تبعث الطاقة السلبية ممكن حتى الواحد يمل يعني مثلا إذا غرفت نوم حمرة فخلاص يتعود على أحمر 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 وش حمرة؟ أحمر ما تركب من منتجات الأحمر لمسات يعني؟ نعم الوردي، البرتقالي، الكاجو يعني الألوان هذه تبعث ثاقة إيجابية في المكان وفي نفس الوقت تريح العين يعني مش معقولة أن الواحد في غرفة النوم يكون عنده إضاءة قوية جدا ولون أزرق على سبيل المثال لا المكان هذا مخصص للراحة في المقابل الأماكن الثانية اللي هي الميلس الصالة الرئيسية للبيت وغرفة الطعام لازم تكون فيها ألوان باردة مكسورة بألوان حارة كنسبة والتناسب نزيل بخصوص الفرش نعم الآن استبدلوه بالرخام وغيرها نعم شو أنت مع الفرش أو مع الرخام وخاصة يمكن في بعض الأماكن في المنزل يتوجب فرش أو أماكن الرخام كيف تتكلمنا عن هذا الموضوع؟ موضوع الفرش والرخام هذه معادلة مثل ما يقولون أخذوا رد فقديما كان كل شيء مفروش وصلنا للمرحلة كل شيء رخام الحين صار فيه مكس من بين الاثنين نعم يعني ندخل على مكان ندخل على صالة ندخل على مجلس تحصل جزء مفروش وجزء رخام صحيح يعطي انطباعين أول شيء انطباع الفخامة للمكان لأنه شيئنا أمأة بين الرخام عنده فخامته يعني ما فيها كلام نعم وفي نفس الوقت الفرش عنده مكانته يعني لو ندخل على مجلس كلاسيكي مثل ما تفضلتي رح يكون العنصر الطاغي في المكان الفرش قبل الرخام حلو نعم بس لو ندخل على شيء ثاني خلنا نقول صالة مودرن رح يكون العكس نعم لأنه المودرن الفرش فيه قليل الفرش فيه بسيط عملي أكثر منه أنه استعراضي الفرش الكلاسيكي نسبيا العكس أنه مستخدم ولكن تغلب على الطابع الكلاسيكي لإستعراض خلاص عندي شيء في مكانه محفوظ هذه هي العلاقة الموجودة من بين الاثنين جميع يمكن بعد خلنا نقول الفرش أو الرخام أو الأثاث والديكور كيف نحن نقدر نحدد نحدد جمالية هذا المكان تحديد جمالية المكان نرجع للنقطة الأولى شخصية كل إنسان التوجه كل إنسان تفكير كل شخص تفكير الإنسان الذي سيدخل المكان الموجود وعادة ما نقول أنه هي إحساس النظرة الأولى في منهم هالنظرة الأولى عند البنات أو الأولاد لأثنين فتدخل على مكان معين تدخل على صالة من غير ما تحس تعيبك حتى مرات تستغر تقول يا أخي ما هو السبب السبب يكون اختيار لون جيد اختيار فرش زيد واختيار تنسيق جيد لأنه لون وفرش من غير تنسيق ما يطلع فهذه واحدة من بين أهم الأساسيات التي تتأثر في موضوع الدكورة نعم يمكن العام المهم هو التنسيق من بين أهم الأمور من بين أهم الأمور يعني ممكن أن تجيب فرش كلاسيكي فخم جدا تركبه بطريقة أنه ما يظهر جمالية الفرش الذي عندك نعم انزين خلنا نتكلم الحين مهندس عن الممرات الأماكن الضيقة ممكن الواحد يستغل هذه الأماكن يعني حتى المساحات التي تكون تحت درجة مهندس أو حتى في الزوايا كيف ممكن نحن نستغل هذه الأماكن بطريقة أكيد مرتبة وجميلة نعم قبل أن أجاوب حضرتك على السؤال هذا استغلال الأماكن الصغيرة مش فقط فرش ولا توزيع فرش فقط في بعض التفاصيل اللي يفضل لو تكون في الأماكن الصغيرة فرضا خلنا نقول صالة بيت وسطية موزع ما بين الغرف عندي أربع غرف وصالة وسطية في النص الصالة الوسطية هذه بتحصيل حاصل ما رح يكون فيها إضاءة إذا ما كان فيها إضاءة رح تعكس ساقة سلبية على صاحب البيت يعني كل ما يوصل للمكان هذا يستوحش المكان هذا مظلم أنه هذه غرف الأبواب مسكرة وكذا فيحس أنه المكان هذا مش مكانه واحدة من بين الحلول اللي هي الأماكن اللي مثل هذه موضوع الإضاءة نحن نسميها الإضاءة العلوية نخلق فراغ وعلوي ندخل الشمس من فوق فالمنطقة تعطي مساحة ممكن تعطي مساحة يعني تعطي انطباع بالمساحة لأن المساحة هي نفسها ما رح تتغير لكن وجود الضوء وجود الضوء وجود أشعة الشمس الطبيعية تعطيني اختلاف في نظرتي للمساحة اللي موجودة فهذا يعطي من أهم الأسباب نوعية الزجاج المستخدم كمان في الفراغات المساحات الصغيرة يعني الزجاج يختلف كثير عادة نستخدم الزجاج العاكس يحافظ على الخصوصية وكذا كثير من سيدات البيوت تروح الزجاج العادي تحط عليه مثل الفيلم اللي موجود هذا بحيث أنه يعطي خصوصية أكثر بس في نفس الوقت هذا نسبيا يضيع نظرة المساحة اللي موجودة داخل الفراغ نعم نحن عادة ننصح بشي ثاني إما أنه يكون الرفلكتيف أمية بالمية بحيث أنه ما يبين اللي داخل أو في نوع من الزجاج اللي هو الزجاج المصنفر الزجاج المصنفر يسمح بدخول إضاءة وفي نفس الوقت يوفر خصوصية للمكان فالإضاءة اللي موجودة في المكان تعطيني انطباع بالوسع غير عن هذا استخدام المريات مثل ما أقول لحل منظر وكنت بسألك هذا السؤال نعم استخدام المريات أنا كثير مهتم في موضوع استخدام المريات خاصة في الأماكن الصغيرة وخاصة في غرف النوم إذا كان عندي غرفة صغيرة مجرد أني حطيت واجهة كاملة مريات يصير عندي ضعف المساحة يعني بصير تعكستي المساحة اللي موجودة عندي بالكامل إذا عندي خمسة متر يصير عندي انطباع عشرة متر مش خمسة متر خمسة متر اللي مستغلة والخمسة متر الوهمية اللي موجودة فعليا بس كإحساس هي موجودة المراية نعم تعطيك انطباع بخمسة متر إذا عندك فرضا عندي غرفة خمسة متر بخمسة متر بأخذ جدار من الجدران بحط فيه كبت بروح الكبت هذا بحطه عن نظام الحديث أنه زجاج بالكامل شو رح يصير عندي رح يصير عندي عكس فعلي للخمسة متر اللي موجود نعم فكوجهة نظر كنظرة عين أنا قاعد أشوف فعشرة متر مش خمسة متر عندي الخمسة الفعلي اللي أنا واقف فيها بالإضافة إلى خمسة إنعكاس للخمسة اللي موجودة عندي نعم فجدًا تساعد في موضوع المساحات الصغيرة غير عن هذا حسن اختيار اختيار الفرج يعني من غير المنطقي أنه مساحة صغيرة مثل ما حكينا من شوي نحط فيها كلاسيكي نعم لازم نروح للمودر المودر يمتاز بخطوطه المستقيمة بمساحاته الصغيرة فهذا رح يعطيني انطباع أنه المكان اللي موجود الموجود أوسع الألوان إذا حطينا الألوان الغامجة راح تعلينا المساحة لازم نحط الفواتف نعم يمكن فيه سؤال مهم جدًا المهندس محمد يعني بين الفأ خلنا نقول الديكور أو الأثاث شو المفوضة اللي احنا نختارها قبل هي مش أنه نختارها قبل هو راح نختار الاثنين مع بعض مع بعض مهندس يعني في بعض الأحيان صح الواحد مثلا لما يبدأ يبني منزل على طول بعده ما خلص غرف النوم أو ما خلص مثلا الأركان الموجودة يشتري الأثاث قبل الديكور صحيح في بعض وأحيانا وأكثر شيء ندمون يعني وهذه تسبب مشاكل عموما نعم هي لازم يكون الاثنين مع بعض بما معناه لازم أحدد شو طبيعة الديكور أو نوع الديكور اللي أنا فنيتي أني أحطه في الغرفة هذه استنادا إلى الفكرة المبدئية اللي عندي أقارنها مع الأثاث اللي ناوي يجيبه بس جماعت من بين الاثنين رح يطلع شيء ممتاز ولكن إذا اشتغلت الديكور على حدة والأثاث على حدة ما رح يمشي الوضع غالب الظن ما رح يركب على بعض صحيح يمكن التنسيق هو العامل المهم في هذا الجانب المهندس محمد ياسين مهندس عمراني موصم من ديكور شكراً على حضورك على المعلومات القيمة التي قدمتها نزيل شكراً طبعاً قبل أن أطلع فاصل أنا اكتشفت مهندس محمد قال أن 25% يمكن أن يدخل في اختيار رجل المنزل أنا من بعدها الحوار أحس أنه في الحوار يعقوب شغلنا الأمر أن الريان لم يختار بالمختصر يعقوب أن المرأة أو السيدة عندها دوغ أكثر من الرجل ومشاهدينا فاصل قصير نرجع شرد يا يعقوب يكمل حوارة شكراً 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 شكراً